اهلا بكم اعزائي المتابعين معكم الدكتور تامر النهاردة هنتكلم عن الحمى الروماتيزمية او روماتيك فيفر ايه هي الاعراض بتاعتها و ايه هي مشاكلها و ازاي بنشخصها تشخيص سليم و ازاي بنعالجها والسؤال المشهور طبعا البنسلين طويل المفعول بنديه لمدة قد ايه ولو شخص عنده حساسية من البنسلين طويل المفعول ندي ايه مكانه و طبعا دي حلقة مخصصة للاطباء حديث التخرج و ما تنساش في البداية يعمل لي لايك للفيديو بص يا سيدي الحمى الروماتيزمية دي اصلا مرض مناعي بعض الاطفال او بعض الناس لما يجي لهم التهاف في الحلقة او التهاف في اللوزتين بمكروب معين اسمه جروب اي بي تا هيمولوتك ستريبتو كوكاي او بنقول عليه المكروب السباحي فبعد الاطفال بعد ما يخفوا خلاص وزورهم خفوا كله تمام يبدأ جهاز المناعة يهاجم انسجة هذا الطفل واجهزة جسمه على انها هي المكروب السباحي يعني جهاز المناعة بيتجنن بيطلع اجسام مضادة ضد المكروب السباحي وبعد ما المكروب السباحي ميشي خلاص بيبدأ يهاجم اجهزة الجسم ظنا منه ان هي دي المكروب السباحي نظرا لوجود بعض التشابه الجزئي بينهم فعلا فيبدأ يهاجم القلب مثلا يهاجم المفاصل مخه والاعصاب يهاجم الجلد وهكذا ويبدأ الطفل يشتكي من اعراض الحمى الرومتزمية وده طبعا في بعض الناس مش كلهم والحمى الرومتزمية دي ممكن تيجي في اي سن لكن اكتر سن هتشوفها فيه من سن خمسة لخمستاشر سنة وكمان دي منتشرة اكتر في الدول النامية بسبب الزروف البيئية بسبب قلة النظافة بسبب كسرة انتشار العدوى ممكن لكن في العموم قلت الحمى الرومتزمية بشكل كبير بسبب انتشار المضادات الحيوية زي البنسلن طبعا ويقال ان الجينات لها دور مهم في حدوث الحمى الرومتزمية عشان كده ممكن تلاقي تاريخ مرضي في الاسرة للحمى الرومتزمية ولو جينا نتكلم بشكل سريع كده عن المشاكل والاعراض اللي الشخص بيشتكي منها فطبعا هيبقى فيه ارتفاع درجة حرارة ممكن يبقى فيه صداع ممكن يبقى فيه طبعا التهاب في المفاصل او قلم في المفاصل وفيه فرق طبعا كبير بين التهاب المفصل وقلم المفصل قلم المفصل مجرد قلم فقط لا غير اما ارتفريتس معناها ان المفصل التهاب ورم احمر حجمه كبر بيقلم عند الضغط تضغط عليه يوجع وكمان معدل الحركة بتاعه قل ففي الحالة دي بنقول ان فيه ارتفريتس او التهاب في المفصل لكن قلم المفصل مجرد قلم فقط والمفصل طبيعي كمان الشخص لو حصل معه كاردايتس او التهابات في القلب فممكن يشتكي من قلم في الصدر مثلا او نهجان او سرعة في ضربات القلب شوية اعراض كده هنتكلم عنها بعد شوية بعض الناس ممكن يبقى عندهم حاجة سماه كورية اللي هي بعض الحركات المفاجئة اللي ها ارادية ممكن تحصل في بعض الناس وكمان بعض الناس ممكن يبقى عندهم طفح جلدي مميز اسمه إريثيما مرجينيتا برضو هنتكلم عنه بعد شوية البعض الاخر ممكن يبقى عنده كتل تحت الجلد بنقول عليها سابكاتينيا اني ديولز وفي بعض الأعراض الأخرى اللي ممكن تكون موجودة زي مثلا emotional liability أو irritability الشخص يبقى مش طبيعي الحالة العصبية بتاعته مش طبيعية ممكن شوي يدقيق ممكن وزنه يقل وحاجات زي كده وطبعا مش لازم كل الأعراض تظهر في كل المرضى كل مريض ممكن يجي بمجموعة فقط من الأعراض وهنتكلم احنا عن الماجور كريتيريا أو العلامات الكبرى أو الأعراض الكبرى بعد شوية بس دلوقتي تعالى أقولك إزاي بنشخص الحمر المتزمية تشخيص سليم طب تعالى بس بص يا سيدي في حاجة اسمها revised jones criteria يعني طريقة كده للتشخيص اتعدلت في 2016 عشان فرقوا شوية بين low risk populations والhigh risk populations يعني في بعض الشعوب حدوث الحمر الروماتزمية ده عندهم قليل جدا low risk أقل عرضة وفي شعوب تانية زي الدول النامية زي ما قلتلك هم أكثر عرضة للحمى الروماتزمية عشان كده بقى يراعوا الكلام ده في التشخيص وعشان إحنا نعتبر من high risk population فهنتكلم على هذا الأساس ويلا بينا نعرف إزاي بنشخص عشان نشخص حمر الروماتزمية في عندنا حاجة اسمها علامات كبرى وعلامات صغرى ودليل على وجود عدوى حديثة بالمكروب السباحي أو عدوى قريبة بالمكروب السباحي العلامات الكبرى خمسة أول واحدة هي الأرثرايتس أو التهابات المفاصل سواء كانت بولي أرثرايتس أو مونو أرثرايتس يعني التهاب في مفاصل متعددة أو التهاب في مفصل واحد وزودنا دلوقتي عشان high risk population بولي أرثرالجيا يعني لو فيه آلام متعددة في المفاصل ودي ما كانتش موجودة قبل كده وزي ما قلتلك فيه فرق بين ألم مفصل وبين التهاب مفصل فدلوقتي سواء كان التهاب في مفاصل متعددة أو التهاب مفصل واحد أو ألم في مفاصل متعددة فده أول كريتيريا دي أول نقطة من العلامات الكبرى النقطة التانية هي الكاردايتس لو حصل التهاب في القلب ممكن يحصل pancarدايتس يعني التهاب في أي طبقة من طبقات القلب مايوكاردايتس بيريكاردايتس أو فالفايتس اللي هو التهابات في الصمامات ويحصل ارتجاع في الصمامات وما إلى ذلك وهنبقى نتكلم عنهم بعد شوي زي ما قلتلك النقطة التالتة هي اللي هو الطفح الجلدي المميز بالشكل اللي قدامك ده النقطة الرابعة هي او الكلاكيع اللي بتظهر تحت الجلد والنقطة الخامسة اللي هي الكورية زي ما قلنا الحركات اللا إرادية المفاجئة فدول اسموهم علامات كبرى أو ميجور كريتيريا في بعد كده علامات صغرى أو ميجور كريتيريا زي أولا ارتفاع درجة الحرارة تمانية أو تلاتين أو أكتر كمان مونو أرتفالجيا يعني لو فيه ألم في مفصل واحد فده يبقى ميجور كريتيريا أو من العلامات الصغرى كمان برولونجة بي آر انتيرفل مسافة على رسم القلب اسمها بي آر انتيرفل لو لقيناها أطول من المناسب لها بالنسبة لعمر هذا الشخص والنقطة الرابعة هي زيادة دلالات الالتهاب او الأكيوت فيز راكتاد اللي هو اسر و سي ار بي اسر لو تلاتين أو أكتر من كده و سي ار بي لو تلاتة أو أكتر من كده وبرضو الاسر ده كان الأول بيقوله ستين دلوقت قاله تلاتين في الهاي رسك بيبيليشن اللي هو الناس اللي هما أكثر عرضة للحمى الروماتزمية يبقى كده عرفنا أن فيه علامات كبرى وفيه علامات صغرى فيه حاجة تانية بقى اسمها دليل على وجود عدوى حديثة بالمكروب السابحي اللي هو زي تحليل أشهرهم طبعا ده لو طلع عالي أو بيزيد فده بيدل أن فيه عدوى حديثة أو قريبة بالمكروب السابحي طبعا ممكن نعمل مسحة من الحلق وممكن نعمل تحليل تاني اللي هو رابط انتيجين تاست بس دي مش دقيقة قوي لأن ممكن زي ما قلنا الشخص يكون خف أصلا ممكن يكون المكروب انتهى أصلا فالحاجات دي ممكن تطلع سلبية وبيكون الأهم في الوقت ده هي الأجسام المضادة لأن احنا قلنا أصلا أن ده مرض مناعي بيمتك من زيادة الأجسام المضادة دي فالأهم طبعا هو الـ ASOT وفيه بعض الأجسام المضادة الأخرى زي فدي كلها أجسام مضادة ممكن نستخدمها والأشهر على الإطلاق هو طيب إحنا بعد معرفنا أن فيه علامات كبرى وعلامات صغرى وخلينا نقول عالي إزاي برضو هنشخص المريب بتاعنا طبعا هنشخص المريب بتاعنا لو فيه عنده اتنين اتنين من العلامات الكبرى أو علامة من العلامات الكبرى مع اتنين من العلامات الصغرى زائد لازم في الحالتين يكون معانا دليل على وجود عدوى حديثة بالميكروب السباحي اللي هو ASOT عالي بس كده هو ده التشخيص لكن في بقى شوية نقط لازم نعرفها في التشخيص في شوية كلام لازم نعرفها زي إيه إن التشخيص بالطريقة اللي أنا قلتها دي لو أنت هتشخص حمى رومتزمية لأول مرة يعني الطفل ما عندوش أو الشخص ما عندوش في الأساس حمى رومتزمية فبنعتمد على هذه الكريتيريا بالشكل ده اتنين ميجر أو واحدة ميجر واثنين ماينور زائد دليل على وجود عدوى حديثة بالميكروب السباحي أما لو بالفعل الشخص ده كان جاله وتشخص بالطريقة دي قبل كده ودلوقتي بيشتكي من أعراض فاحنا ممكن نزود كمان طريقة للتشخيص اللي هي ثلاثة ماينور كريتيريا يعني في الوقت ده طالما هو جاله في الأساس وتشخص في الأساس تشخيص سليم إن عندو حمى رومتزمية ودلوقتي بيشتكي من أعراض فممكن حتى لو ثلاثة ماينور اعتبرهم برضو إن دي هجمة جديدة من الروماتيك فيفر أو الحمى الرومتزمية يبقى لو كانت ريكارنت روماتيك فيفر هجمة جديدة فممكن اعتمد على اتنين ميجر أو واحدة ميجر واثنين ماينور أو ثلاثة ماينور بالإضافة إلى وجود دليل على عدوى حديثة بالميكروب السباحي كمان مهم جدا لو أنت خدت الأرثرايتس في العلامات الكبرى أو الميجر كريتيريا ما تاخدش المونو أرثرالجيا في العلامات الصغرى ما تقولش الشخص عنده التهابات في المفاصل دي علامة كبرى والمفصل بيوجعه المفصل التاني بيوجعه دي علامة صغرى لا طالما خدنا أرثرايتس في العلامات الكبرى ما بناخدش أرثرالجيا في العلامات الصغرى كذلك الأمر لو الشخص عنده كاردايتس جايلك بمشاكل في القلب في العلامات الكبرى ما بناخدش برولونجة PR انتيرفل في العلامات الصغر ماينفعش كمان خلي بالك الـ ESR و CRP اللي اتنين عنصر واحد هما اللي اتنين علامة واحدة بس يعني لو اللي اتنين عاليين فهم مينور كريتيريا واحدة فقط اللي هو اسمه acute phase reactant ما تقولش الـ ESR عالي و CRP عالي بقى كده نقطتين لا هما اللي اتنين نقطة واحدة كمان خلي بالك ان الكارديتس او التهاب اي جزء من اجزاء القلب زي ما قلنا او اي طبقة من طبقات القلب بنعتبرها علامة كبرى حتى لو بدون اي اعراض ممكن شخص يجي لك ومعايا سابكتين اسني ديولز فتعمله ايكو او موجات صوتية على القلب يطلع فيه ارتجاع في الصمام بالكريتيريا اللي تقولك ان دي روماتيك هارت ديزيز فما تقولش لا اصلا ما عندوش اعراض يبقى حتى لو بدون اعراض وطلع كارديتس بالايكو فدي علامة كبرى كمان خلي بالك ان الكورية ممكن تحصل بعد شهور طويلة من حدوث الروماتيك فيفر فساعتها ممكن من لقيش العلامات الصغرى ومن لقيش حتى دليل على وجود الميكروب السباحي او عدوى حديثة بالميكروب السباحي فالكورية طالما شخصناها ان هي الكورية تابع الروماتيك فيفر وهنبقى نتكلم عنها بعد شوية فده خلاص بتشخص روماتيك فيفر حتى لو بدون دليل على عدوى حديثة بالميكروب السباحي وحتى بدون اي علامة تانية كمان معها واخيرا عايز اقولك ان الاسوت اللي هو الاجسام المضادة ضد الميكروب السباحي ليس الدليل على وجود الميكروب السباحي حاليا وانما على عدوى سابقة للميكروب السباحي وممكن يستمر في الجسم لمدة شهور فموضوع ان الاسوت عالي ليس دليل على وجود الميكروب السباحي حاليا وهو الواحده مش بيشخص حمى الروماتيزمية زي ما احنا عارفين لكن لو طلع سلبي ممكن الى حد كبير يستبعد الحمى الروماتيزمية الا في حالات زي الكورية مثلا لان الكورية ممكن تيجي شهور بعد حدوث الحمى الروماتيزمية وتعالى دلوقتي نتكلم عن العلامات الكبرى بتفاصيل اكتر كده عشان تبقى فاماليال معاها طب تعالى بس تعالى تعال بص يا سيدي اول حاجة هنتكلم عنها هي بولي ارترايتس اللي هو التهاب في مفاصل متعددة ودي اكتر حاجة تيجي في الحمى الروماتيزمية حوالي من 70% ل75% من الحالات ومن اسمها بولي ارترايتس يعني فيه التهاب وفي مفاصل متعددة فبيجي اكتر حاجة في المفاصل الكبيرة زي مفاصل الرجبة مفاصل الكوع الانكل الريست ويبقى فيه التهاب في معظم الحالات زي ما قلنا يعني تورم احمرار قلم عند الضغط معدل الحركة يقل وبتيجي في المفاصل الكبيرة وبتنتقل من مفصل الى اخر يعني مفصل يخف التاني يحصل فيه التهاب وبتبقى اسيمتريكال يعني مش متساوية على الجنبين في نفس الوقت والبولي ارترايتس دي او الارثرايتس عموما في الحالة دي بتستجيب لي الاسبرين جدا يعني لو دينا المريض اسبرين بيوقف الالتهابات دي وبيمنع انتقالها كمان الى مفصل اخر وزي ما قلتلك كان زمان بيقولوا ان البولي ارترايتس بس هي الميجر كريتيريا دلوقتي في الهاي ريسك بوبيوليشن حتى لو مونو ارترايتس لو مفصل واحد بس هو الملتهب او حتى بولي ارترايتس يعني الام فقط في مفاصل متعددة بقينا نحسبها من العلامات الكبرى العلامة الكبرى التانية هي كاردايتس اللي هو التهاب في القلب وبيبقى بان كاردايتس يعني ممكن يحصل التهاب في اي طبقة من طبقات القلب يعني ممكن يحصل بري كاردايتس الغشاء المغلف للقلب من بره يلتهب ويحصل في مشاكل ممكن يحصل مايو كاردايتس التهاب في عضلة القلب نفسها ممكن يحصل فالفايتس او اندو كاردايتس يعني التهاب ومشاكل في الصمامات وفعلا الأكتر حاجة بنشوفها هي فالفيتس اللي هو التهاب ومشاكل الصمامات وأكتر صمامات بتتأثر في الحمى الروماتزمية هي الجنب الشمال من القلب وخصوصا ميترال فالف أو الصمام الميترالي ممكن يحصل فيه ارتجاع في الحالات الأكيوت يعني الحالات الحد هيحصل الارتجاع وممكن مع تكرار الهجمات وطول الوقت يحصل فيه ستينوزز أو ضيق يبقى أكتر صمام بيتأثر هو الصمام الميترالي بعد منه الصمام الاورتي بعد كده الصمام التريكاسبت اما الصمام الرئوي او البلموناري فالف ده نادرا انه يحصل فيه تأثير وطبعا الصمام لو حصل فيه ارتجاع فانت لما تيجي تسمع الطفل او المريض هتلاقي فيه مرمر وزي ما قلتلك في البداية هيكون بسبب الارتجاع لكن مع طول الزمن ممكن يحصل ضيق وتسمع المرمر بسبب الضيق ده او الاستينوزيز ده وبالنسبة للأعراض في الشخص ده او الطفل هيجي على حسب شدة المشكلة اللي حصلت في الصمام ايه يعني لو حصل ارتجاع بسيط ممكن بس يشعر بشوية او ممكن يجي حتى بدون اي شكوى اما لو الارتجاع الشديد او المشكلة جديدة وعملت هارد فيلير او فشل في القلب فممكن الطفل يشتكي من ديزنيا ينهج ممكن يجي بشستبين او قلم في الصدر ممكن يجي بارثوبنيا ما يعرفش ينام على ظهره زي ما قلنا ممكن يجي بقى بكل علامات الهارد فيلير فعلى حسب شدة التأثير ايه وممكن زي ما قلنا في الحالات الشديدة يحصل كونجستف هارد فيلير او فشل في القلب ممكن يحصل أريزميا انواع كتير من اختلال ضربات القلب تحصل ممكن يحصل بلموناري اديمة وممكن يحصل بلموناري امبلزم وممكن يحصل انفكتوف انتو كارديتس بس طبعا دي في الحالات الشديدة جدا وطبعا الايكو او الموجات الصوتية على القلب مفيدة الى اقصى درجة في حالة الكارديتس وفي حالة تقييم السمامات وفي حالة تقييم كفاءة عضلة القلب وكمان لو فيه بريكاردل افيوجن فالايكو مهم جدا جدا عشان تشوف فيه كارديتس ولا لا والتأثير درجته قد ايه كمان وزي ما قلنا ممكن يحصل مايو كارديتس يعني التهافي عضلة القلب الطفل يجي بسرعة في دربات القلب بتبقى غير متناسبة مع ارتفاع درجة الحرارة احنا عارفين ان درجة الحرارة لما ترتفع درجة المفروض معدل دربات القلب يزيد من 10 ال 15 انما الطفل ده نلاقي مثلا ارتفاع درجة الحرارة زيادة درجة لكن دربات القلب زيادة 30 او 40 ففي زيادة في دربات القلب ليست متناسبة مع ارتفاع درجة الحرارة كمان ممكن نسمع مفلد هارت ساونز اصوات القلب تبقى ضعيفة شوية كمان ممكن نلاقي علامات الكارديوميجالي او تضخم عضلة القلب وممكن نلاقي علامات للهارت فيلير او فشل القلب في الحالات الشديدة طبعا كمان زي ما قلنا ممكن يحصل بريكارديتس او التهاب الطبقة الخارجية للقلب فالمريد يبقى معاه ستيتشنج شست بيل قلم في الصدر ستيتشنج وممكن تسمع عليه بريكارديا الرب وممكن لما تيجي تعمله رسم قلب تلاقي الاس تي مرفوع في معظم الليدز لكن بتبقى غالبا كونكيف زي ما احنا عارفين وتبقى اكتر حاجة في اثنين وثلاثة وإي اف والشسليلز من في اربعة لحد في زبتة فالمهم انه ممكن يحصل التهاب في اي طبقة من طبقات القلب زي ما قلنا العلامة الثالثة هي كوريا كوريا اللي هي حركات عصبية مفاجئة لا ارادية سيمي باربس فال ممكن تيجي في الوجه ممكن تيجي في جزع الانسان وممكن تيجي في الاطراف وممكن تزيد مع التوتر والضغط العصبي وممكن تقل بالراحة وبتختفي أثناء النوم فلو الشخص جيه وعنده كوريا هذه الحركات اللا ارادية ومفيش عنده مشكلة تانية تعمل كوريا زي هانتينجتوندزيز وده مرض وراسي وغالبا هيبقى فيه تاريخ مرضي في الاسرة لو هي الحالة كده يبقى نسأل هل فيه تاريخ مرضي في الاسرة لمرض هانتينجتوندزيز ولا لا وكمان السيستيمي كلوبس اريتيماتوزيز او الزئبة الحامرة ممكن تعمل كده فلو مفيش اي مشكلة تانية تعمل كوريا فغالبا خلاص ده بنشخصه على انه روماتيك فيفر وممكن بعض العلامات العصبية تفدنا في الحالة دي او في الوقت ده زي مثلا ممكن تقول للطفل طلع لسانك وخليه برا ما يعرفش يخليه برا اكتر من ثواني معدودة وتلاقي بيدخله تاني حاجة بنقول عليها كمان مثلا ممكن تقول له امسك صبعي وامسكه وما تسيبهوش وامسك عليه جامد تلاقيه كله شوية بيمسك ويسيب مش قادر يمسك بشكل مستمر ودي حاجة بنقول عليها زي ما يكون بيحلب البقرة كمان ممكن يبقى فيه شوية مشاكل في الكلام وكمان ممكن نلاقي يعني الطفل ممكن يضحك او يعيط بدون سبب كده والعلامة الرابعة من العلامات الكبرى هي ودي عبارة عن طفح جلدي ممكن يوصل من سنتي لتلاتة سنتي ممكن يظهر في جزع الجسم وممكن يظهر في الاطراف لكنه ما يجيش ابدا على الوجه وبتبقى الاطراف بتاعته حمره وبتزيد اما السنتر بتاعها بيخف ويبقى كلير وغالبا بتبقى بدون قلم وبدون حكة ما بيبقاش عايز زهرش فيها وبتبقى بالشكل المميز اللي قدامك ده وبتظهر وتختفي في وقت قصير وطبعا في اسباب تانية ممكن تعمل اريثما مارجينيتم زي سيبسيز مثلا وزي الجلومورنفريتس وزي الدراجري اكشن واخيرا اخر علامة في العلامات الكبرى هي سابكتينيس نيديولز او الكتل او الكلاكاع اللي تحت الجلد ودي بتيجي على ممكن تيجي على الكوع وممكن تيجي على الركبتين وممكن تيجي على الانكل وممكن تيجي حتى على العمود الفقري على التراسي كلامبر فيرتبري ودي بتكون كتل او الكلاكاع غير مؤلمة وبتكون ناشفة شوية وبيبقى الجلد اللي فوقها مش ماسك فيها والجلد اللي فوقها كمان مش ملتهب ولا حاجة وعشان كده ممكن تعدي كتير من غير ما نشوفها او من غير ما نحس بيها ووجود هزي الكتل او الكلاكاع لو لقناها ممكن تقولك ان فيه سيفير كارديتس وطبعا لازم تعمل ايكو للمريض ويبقى كده اتكلمنا عن العلامات الكبرى بشكل مفصل شوية تعال دلوقتي نتكلم عن الفحوصات لمريض عنده حمر متسبق بص يا سيدي اعتقد من الشرح اللي فات انت قدرت تستشف ايه الفحوصات اللي بتتعمل زي مثلا ممكن نعمل او مسحة من الحلق وممكن نعمل رابط انتجين تست لكن بصراحة الاعتماد عليهم مش كبير خصوصا زي ما قلنا ان المكروب مش لازم يكون موجود في وقت الحمر الروماتيزمية ممكن يكون خلاص انتهى فالاعتماد اكتر على الاجسام المضادة اللي هو ASOT انه يكون عالي او بيزيد وفي بعض الحالات يعني لو انت شايف ان الحمر الروماتيزمية موجودة والASOT سلبي ممكن نعمل هيطلع ايجابي في الوقت ده لكن معظم الحالات بيكون فيها الASOT عالي كمان هنحتاج نعمل للمريض ده اشعة عادية على الصدر هتوريك لو فيه احتقان على الرئة لو فيه علامات اخرى للهارد فيلير هتورهولك لو فيه كارديوميجالي تدخم للقلب او لو فيه حتى نومونيا او التهابري او تفسر لك الصورة ممكن تلاقيها موجودة كمان طبعا المريض بتاعنا لازم يعمل ايكو او موجات صوتية على القلب مهمة جدا جدا الى اقصى مما تتخيل هيبين لك طبعا الصمامات بتاعت القلب والتأثير اللي حصل فيها سواء ارتجاع او دمار كامل او اي مشكلة فيها والدرجة بتاعتها قد ايه وكمان طبعا لو حالة يعني ممكن يكون الطفل مش حاسس باعراض لكن عنده مشكلة في الصمامات فهتوضح لنا وكمان هيبين لنا كفاءة او قوة عدد القلب ولو فيه ارتشاح على القلب او بريكارديا وعلامات تانية وتانية كتير جدا فالاكو مهمة جدا جدا في حالات روماتيك فيفر كمان طبعا هنعمل رسم قلب ممكن يبقى فيه تاكي كارديا بس مجرد سرعة في دربة القلب بعض الاطفال ممكن عندهم براديكارديا بطء في دربات القلب بسبب انكريز دي فيجال تون بسبب الالم كمان طبعا هنعرف اذا كان فيه برولونجت بي ار انترفل ولا لا وقلنا دي من العلامات الصغرى بعض الاطفال ممكن يحصل معاهم مضاعفات هارت بلوك سواء بقى كان فرست دي جري او ساكن دي جري او ثيرد دي جري هارت بلوك بعض الاشخاص لو عندهم بريكارديتس زي ما قلنا ممكن نلاقي في معظم الليدز تبقى كونكيف بعض المضاعفات لو حصلت زي اي اف اترال فبريليشن او اترال فلاتر او مالتي فوكل اترال تاكي كارديا وغيرها فكل ده هيظهر في رسم القلب كمان طبعا بنعمل سي بي سي او صورة دم كاملة ممكن تورننا ليوكوسايتوزز دليل على العدوى وممكن نلاقي انيميا كمان طبعا لازم دلالات الالتهاب اللي هي من العلامات الصغرى اللي هي اي اس آر و سي ار بي وتعالى بقى نتكلم عن علاج الحمى الروماتيزمية طب تعالى بس تعالى تعالى بص يا سيدي في علاج الحمى الروماتيزمية في اربع نقاط لازم تعرفهم اول نقطة هي ازاي نمنع الحمى الروماتيزمية من الاساس ان هي ما تحصلش وده عن طريق ان اي واحد يجيله ميكروب سبحي او جروب اي بي تاهموليوتوكستروبتوكوكاي نعالجه كويس بالمضادات الحيوية زي البرنسيلن طبعا زي الاموكسلسيلن او بنسيلن في او حتى نديله حقنة واحدة من البنسيلن طويل المفعول بعد طبعا اختبار الحساسية ولو هذا الشخص عنده حساسية من البنسيلن فممكن نديله ازيس روميسل لمدة 5 ديام وكمان المخالطين لهذا الشخص نعمل لهم مسحة من الحلق عشان اللي يطلع فيهم ايجابي نديله هو كمان العلاب لكن بصراحة البرماري بريفنشن ده مش عملي وصعب شوية لان في حالات كتير جدا ممكن يبقى عندها هذا الميكروب اللي هو جروب A-B-Tamilotic Streptokokai ويبقى بدون اعراض تماما فمش بيروح اصلا لأي حاجة طبية وفيه ناس كتير كاريرز حاملين لهذا الميكروب ومش كل مريض ييجي بالاتهاب الحلق بنقول له روح يعمل مسحة عشان يشوف عندك جروب A-B-Tamilotic Streptokokai حاليا ولا لا فموضوع البرماري بريفنشن صعب شوية اما النقطة التانية في العلاج فهي علاج الحمى الروماتيزمية اللي حصلة حاليا او الأكيوت روماتيك فيفر يعني زي ما قلنا الشخص كان جاله التهاف في الحلق مثلا من اسبوعين ثلاثة اربعة وبعدين خفه بقى تمام تمام ودلوقتي جاي يشتكي من حمى الروماتيزمية فاحنا بنعالج الوضع الحالي حاليا وده بيكون اول حاجة خالص عن طريق ان احنا بندي مضادة حيوي برضو عشان نقضي على اي ريزيدول جروب A-B-Tamilotic Streptokokai يعني لو فيه اي ميكروب لسه موجود لازم نقضي عليه وكمان المضادة الحيوي في الوقت ده بيبقى اول secondary prevention اللي هنتكلم عنه الخطوة التالتة اللي هنتكلم عنها بعد شوية فالمهم ان العيان لو جالك ونتشخصته دلوقتي انهو عند حمى الروماتيزمية يبقى لازم هنبدأ معاه مضادة حيوي هنديله ايه طبعا حقنة بنسينين طويل المفعول اللي هي مليون ومتين الف وحدة عضل بعد اختبار الحساسية ولو عنده حساسية زي ما قلنا ممكن نديله ازيفروميسل لمدة خمس تيار يبقى اول حاجة ان احنا نديله مضادة حيوية بعد كده هنعالج على حسب هو جايلك بايه بالزبط المشاكل اللي موجودة معاه ايه مش احنا قلنا مش كل المرضى بيجوا بكل الاعراض ممكن واحد يجيب ارثريتس واحد تاني يجيب كاردايتس واحد تاني يجيب كوريا بس فعلى حسب هو جايلك بايه فلو كان جايلك بارثريتس التهابات في المفاصل وقلم في المفاصل فالشخص ده بيستجيب للاسبرين جدا وبيجيب معاه نتائج ممتازة لدرجة ان هم بيقولوا لو جاي بارثريتس وما خفش على الاسبرين فكر في التشخيص مرة تانية يعني عايز يقولك استجابة رهيبة للاسبرين فالشخص لو جايلك بارثريتس فانت هتديله اسبرين بجرعة من 50 ل60 ميلي جرام لكل كيلو في اليوم بس بنقسمهم على 4 جرعات وبندهوه للمدة اسبوعين وبعدين نبدأ نسحبه على مدار اسبوعين او نقلله حد ما يقف على مدار اسبوعين وبالنسبة للكبار فانت ممكن تدي 325 او 650 اربع مرات في اليوم بس طبعا تخلي بالك شوية من الاعراض الجانبية ومشاكل المعدة حتى ان بعض الاطباء ممكن يدوا للمريض بي بي آي مع الاسبرين كمان حاليا في بعض الاراق بتقول ان احنا ممكن نستبدل الاسبرين ده بمسكنات تانية زي مثلا الابوبروفين وزي النابروكسين بيتميز شوية ان عدد الجرعات بيبقى اقل في اليوم وبنفس الفعالية والكفاءة تقريبا يعني لكن الترديشنل او المشهور واللي شغال من زمان جدا وما فيش اختلاف عليه هو الاسبرين وبيقولك ان في حالات نادرة جدا لو لم يستجيب الشخص ده للاسبرين ممكن ندي لودوز سترويد طيب نفرض الشخص جايلك وكان عنده كاردايتس يعني عنده التهاف القلب سواء مثلا فالفيتس او مايوكاردايتس او بيريكاردايتس في الحالة دي الشخص بنديله كورتيزون بنديله بريدنيزولون وجرعة 2 ميلي جرام لكل كيلو في اليوم الجرعة القصوى 80 ميلي وبنديه لمدة من اسبوعين لست اسابيع على حسب شدة الحالة ايه معاك وبعدين طبعا لازم نسحبه تدريجيا لكن تخلي بالك انه وقت ما بنبدأ نسحبه اول ما هنبدأ نقلل للجرعة لازم نبدأ اسبرين مع هذا الشخص ونكمل بالاسبرين حتى بعد ايقاف الكورتيزون لمدة اسبوعين الى اربع اسابيع دي نقطة مهمة لازم نخلي بالنا منها لما نيجي نسحب الكورتيزون لازم ندخل باسبرين ونكمل بعد نهاية الكورتيزون لمدة اسبوعين الى اربع اسابيع في الوقت ده الاسبرين بنديه تقريبا 75 ميلي جرام لكل كيلو في اليوم مقسمة على 3 جرعات وخلي بالك كمان ان احنا هنتعامل مع اي مضاعفات حصلت مع الشخص يعني لو الشخص ده حصل معاه هارد فيلير يبقى هيتحجز عناية مركزة ونخليه يستريح ونمنع الملح ونقلل السوايل وممكن ندي دايجوكسن وبعض الناس نديها مدرات البول عشان نقلل البري رود وممكن ندي له حاجات تقلل الافتر لود زي الايس يعني بنتعامل معاه على حسب المضاعفات اللي حصلت لو دخل في هارد فيلير نعالجه على انه هارد فيلير لو شخص مثلا حصل معاه الضفيرة الكهربية مشتغلتش وكان برزيستانس استمر في الوقت ده ممكن نركب له بيس ميكر منظم لضربات القلب لو شخص تاني حصل معاه يعني عدوة على هذه الصمامات في الوقت ده بنتدي له مضادات حيوية مكسفة وبنتعامل معاه على هذا الاساس يعني اي مشكلة كمان او اي مضاعفات حصلة بنعالجها طبعا طب نفرض ان الشخص من البداية جايلك بكوريا فقط هذه الحركات اللي لا ايرادية في الغالب مش بنتدي له اي علاج وهي بتخفي لوحدها بعض الناس ممكن يدي له فينو بربتال او يدي له ديازبام لكن في الغالب مش بنتدي له اي علاج كذلك الامر لو مريض جايلك بأريثما مارجينيتام هذا الطفح الجلدي برضو في الغالب ما بنتدي له اي علاج وهي بتخفر وحدها بعض الناس بس لو حصل معهم حكة ودي حاجة نادرة جدا يعني ممكن ندي له وتبقى دي النقطة التانية اللي هو علاج الهجمة الحادة او النقطة التالتة هي او الوقاية الثانوية ازاي نحمل مريض بتاعنا من تكرار الحمى الروماتزمية ودي نقطة مهمة جدا لان تكرار الهجمات هو ده اكتر شيء بيؤثر على الصمامات ويؤثر على المفاصل غالبا الهجمة الاولى مش بتعمل دمار كبير ولا بتعمل مشكلة كبيرة عشان كده او ان احنا نحمي هذا المريض من الهجمات مرة اخرى في غاية الاهمية طيب ازاي هنحميه انه يجيله هجمات مرة تانية هنحميه عن طريق ان احنا نديله مضادات حيوية الاشهر على الاطلاق بنسلين طويل المفعول اللي هو بنذاسين بنسلين جي مليون ومتين الف وحدة عضل كل من 3 ل 4 اسابيع وطبعا لازم اختبار الحساسية قبل كل مرة لو طفل وزنه اقل من 27 كيلو بنديله نص الجرعة دي ويجي دلوقتي السؤال المهم هنديله البنسلين طويل المفعول لمدة قد ايه بص يا سيدي النقطة دي مختلف عليها شوية لكن ارجح الا اهلولك لو كان الطفل جايلك بروماتيك فيفر انت شخصته بالفعل انه معاه روماتيك فيفر لكن مفيش كاردايتس يعني مفيش اي تأثير ولا اصابة للقلب اصلا انت شخصته مثلا بالتهابات المفاصل او شخصته بالكورية او اي حاجة تانية فمفيش كاردايتس في الحالة دي بنديله بنسلين طويل المفعول او ده لمدة 5 سنين او لحد عمره ما يبقى 21 سنة ايهما اطول يعني افرد انت شخصته هو عنده 20 سنة في الحالة دي نقول له لا التزم 5 سنين طب افرد هو كان عمره 9 سنين وقت التشخيص في الحالة دي نقول له كمل لحد 21 سنة يبقى 5 سنين او لما يوصل 21 سنة ايهما اطول طالما مفيش كاردايتس من البداية طيب نفرد ان مريض تاني جاي لك وانت شخصته حمى روماتزمية وكان معاه كاردايتس يعني كان جاي لك مثلا بمايو كاردايتس او بري كاردايتس كان في مشكلة في القلب لكن مفيش اي ريزيدوال هارت ديزيز يعني مفيش اي مشكلة على القلب استمرت خلاص خف وبقى تمام كان مايو كاردايتس وخف بري كاردايتس وخف مفيش اي مشكلة دلوقتي في القلب في الحالة دي بنيديه من سنين طولي المفعول او ده لمدة 10 سنين او لحد مايوصل 21 سنة ايهما اطول نفس الفكرة بالزبط افرد جاي لك وهو عنده 15 سنة قوله خد 10 سنين توقف لما يبقى عندك 25 سنة طب افرد جاي لك وهو عمره 5 سنين قوله هتاخد لحد مايبقى عمرك 21 سنة طالما كان فيه كاردايتس بس مفيش اي ريزيدوال هارت ديزيز مفيش اي اثر متبقي على القلب وفي الفترة دي اللي احنا بنيدي فيها المضاد الحيوي بنشوف لو ما حصلش بالفعل روماتيك هارت ديزيز مرة تانية نخليه يوقف اما لو حصل ساعتها نخليه يستمر لحد مايبقى عنده 40 سنة وفيه بعض الناس تقولك يكمل طول العمر طيب نفرض ان المريض جاي لك وانت شخصت حمى روماتيزمية وكان معاه كاردايتس وكان معاه ريزيدوال هارت ديزيز يعني فيه اثر متبقي معاه على القلب فيه معاه بقى ميترا ريجيرشي فيه مشكلة فيه صمام تاني حصل معاه ريزيدوال هارت ديزيز مستمر معاه في الحالة دي بنيدي له بنسيلين طويل المفعول لمدة 10 سنين او لحد عمره مايبقى 40 سنة ايهما اطول يعني لو المريض جاي لك وهو عنده 35 سنة وشخصته في الوقت ده نقوله خد 10 سنين فتوقف وانت عندك 45 سنة طب افرض هو جاي لك وعمره 10 سنين بس نقوله كمل لحد مايبقى عمرك 40 سنة طالما فيه ريزيدوال هارت ديزيز وبعض الناس بيحكموا على حسب شدة الريزيدوال هارت ديزيز قد ايه يعني لو فيه مشاكل كبيرة متبقية ممكن يقوله خليك على البنسيلين طويل المفعول ده طول العمر كمان فيه ملحوظة كده في بعض الناس لو احنا شخصناهم روماتيك فيفر هم روماتيزمية بغض النظر بقى عن اي حاجة وهم اكثر عرضة للاصابة بالمكروب السبحي دي مرة تانية او بالجروب ايه بيتا هاموليتوكستروبتوكوكايدا زي مثلا الاطباء وزي التمريد والطاقم الطبي عموما دول معرضين للعدوى بشكل كبير فدول نخليهم يمشي على البنسيلين طويل المفعول طول العمر طيب كده اتكلمنا عن المدة طب افرض شخص من الاساس مش عايز ياخد حقن رافض الحقن لاي سبب في الحالة دي فيه بنسيلين في ممكن نديه قورا عن طريق الفم بندهوله مرتين في اليوم ويستمر عليه طول فترة الوقاية اللي احنا قلنا عليها لكن خلي بالك ليس بنفس كفاءة الحقن وكمان الادهرنس او التزام المريض بالجرعات طبعا مش هيبقى كويس فافضل شيء للوقاية هو حقن البنسيلين طويل المفعول او بنزاسين بن السيلنجين طيب السؤال التاني لو شخص عنده حساسية من البنسيلين هنعمل ايه جينا نعمله الاختبار وطلع عنده حساسية في الحالة دي ممكن ندي مكان البنسيلين ندي حاجة اسمها سالفا ديازين الكبار بياخده 1000 ميلي جرام كل يوم طول فترة الوقاية برضه ولو طفل اقل من 27 كيلو ممكن ندي له 500 ميلي جرام بس في اليوم او ممكن ندي مكانه 250 ميلي جرام مرتين في اليوم طول مدة الوقاية اللي اتكلمنا عنها النقطة الرابعة والاخيرة هي لو شخص عنده حمى روماتيزمية لو في مشاكل في صمامات القلب عند هذا الشخص وهيعمل اي تدخل جراحي هيعمل مثلا هيشيل اسنان او هيعمل تدخل في الاسنان او هيدخل عملية فمهم جدا ان احنا ندي له مضاد حيوي وقاية قبل اجراء هذا التدخل يعني مثلا لو هو حتى بياخد بنسيلين طويل المفعول وهيقلع درسه مثلا او هيقلع سنته او فيه تدخل في الاسنان او تدخل جراحي ندي له مضاد حيوي قبل اجراء هذا التدخل ويفضل في الوقت ده يكون نوع غير البنسيلين لانه هو بياخد بنسيلين طويل المفعول يفضل نوع تاني زي الازيسروميسين جرع واحدة فقط قبل إجراء هذا التدخل ده طبعا عشان الوقاية من الانفكتف اندوكارديتس أنه يحصل عدوى على الصمامات والتهابات في الصمامات والطبقة الداخلية للقلب هسيب لك بعض المصادر عن الحمى الروماتيزمية في الوصف أسفل الفيديو وفي النهاية أحب أشكركم ما تنساش اشترك في القناة وعمل لايك وشير وشكرا لحضراتكم